السلام على رسول الله اليوم إن شاء الله بذن الله تعالى رح نتعرف على يعزيزاتي مفهوم الشغل بداية سنتعرف يا بداياتي على درس أساسي وهو يتكلم عن الشغل والطاقة السؤال الأساسي ما هي العلاقة ما بين الشغل والطاقة مفرداتنا الشغل والطاقة طاقة الوضع والطاقة الحركية قانون حفظ الكتلة بداية يعزيزاتي ماذا يقصد بالشغل عندما نقوم يعزيزاتي ببدل قوة معينة على جسم وهذا الجسم يزيح ويتحرك مسافة معينة أعني بذلك أنا قمت ببدل شغل معين على هذا الجسم فالشغل يتحدد بالعلاقة أن الشغل يساوي القوة مضروبة في المسافة المقطوعة بنسبة لوحدة قياس الشغل هي نيوتن في متر وهي يا عزيزاتي الجول أيضا يا جميلاتي عند رفع كرة من سطح الأرض فإننا بلا شك بذلنا قوة تحركها مسافة معينة إلى أعلى وبذلك أكون قد أنجزت شغلا واحتفظت بالكرة ما بين يدي فترة من الوقت فقد بذلت قوة أيضا في حمل هذه الكرة ولكن أنا لم أنجز شغلا لأن الكرة لم تتحرك عزيزاتي من مكانها ولم تزيح عن مكانها طيب دعونا نفهم الآن ماذا يقصد بالطاقة الطاقة يا عزيزاتي هي ما أنجزته من شغل يسمى طاقة يعني مقدار أنجز الشغل يا عزيزاتي هي الطاقة التي بذلت أيضا يا عزيزاتي أن الأجسام لها طاقة فعند الضغط على نابط زنبركي مثل الموجود أمامك في الرسمة لاحظي أن هناك يجميلات شغل يبذل عليها وتنتقل إليها طاقة وتختزم فيها بصورة طاقة وضع وتظهر في صورة حركة عند إفلاتها وتسمى بالطاقة الحركية وهي الطاقة الناتجة من حركة الجسم تسمى حركة النابض بالحركة الإهتزازية وتتغير الطاقة في حركتها الإهتزازية من طاقة وضع إلى طاقة حركية ومن طاقة حركية إلى أيضا طاقة وضع مقرورة أخرى طب الآن دعونا نتعرف يا عزيزاتي على أشكال الطاقة. للطاقة يا عزيزاتي أشكال مختلفة. فطاقة الوضع والطاقة الحركية هناك طاقة وضع ما بين الروابط ما بين الذرات والجزيئات وتأخذ شكل طاقة كيميائية والطاقة النووية. طاقة وضع أيضا مختزلة في الروابط ما بين البروتونات والنيترونات في الذرات. والطاقة المغناطيسية شكلا آخر من طاقة الوضع وهي تشبه في عملها طاقة الجاذبية الأرضية. أيضا تأخذ الطاقة الحركية أشكال متعددة فالحرارة طاقة حركية ناتج عن اهتزاز الجزيئات. أيضا يا عزيزات الكهرباء طاقة حركية ترجع إلى حركة الألكترونات والصوت والضوء أيضا شكلا من أشكال هذه الطاقة الحركية. طب دعونا نتعرف الآن كيف تتحول الطاقة. الطاقة يا عزيزاتي تتحول من شكل إلى شكل آخر وهذه الطاقة يا عزيزاتي لا تفنى. فنحن بذلك نتوصل إلى قانون حفظ الطاقة أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدل بل تتحول من شكل إلى شكل آخر يا جميلاتي وهو قانون حفظ الطاقة. أيضا يا عزيزاتي يحدث تحولات الطاقة كلما استعملنا الإنجاز في الشغل. فمثلا الطاقة الحركية التي تتحرك فيها مولدات التوليد الطاقة الكهربائية. يا عزيزاتي تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية في الفرن الكهربائي كما تتحول الطاقة الحرارية إلى طاقة كيميائية عند خبز مثلا العجين. وحاكها.